أكدت الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين أن البرلمانات والمجالس التشريعية في جميع دول العالم يقع عليها دور محوري وحيوي لبحث سبل تعزيز الأمن الغذائي والبيئي وأشارت الشعبة البرلمانية إلى أن الجهود التي بذلتها مملكة البحرين أسهمت في تصنيفها ضمن أفضل خمسين دولة من حيث الأمن الغذائي واحتلت المرتبة التاسعة والأربعين في مؤشر الأمن الغذائي العالمي لعام 2020 جاء ذلك خلال مشاركة وفد الشعبة البرلمانية ممثلة في سعادة السيدة هالرمز فايز عضو مجلس الشورى في اجتماع اللجنة الدائمة للسلم والأمن الدوليين ضمن اجتماعات الجمعية الخامسة والأربعين بعد المئة للاتحاد البرلماني الدولي في مدينة كيغالي بجمهورية رواندا وتحدثت الشعبة البرلمانية عن جهود مملكة البحرين لتعزيز واقع الأمن البيئي الوطني والإقليمي والدولي منوهة بإعلان مملكة البحرين استهدافها للوصول إلى الحياد الصفري في العام 2060 ولفتت الشعبة البرلمانية إلى أن مملكة البحرين تزخر بالقوانين الحديثة التي تدعم تحقيق الأمن البيئي والتقليد من مخاطر تغير المناخ مؤكدة حرص المملكة على الانضمام والتصديق على العديد من المعاهدات والاتفاقيات الدولية المتصلة بحماية البيئة دعاية لخلق تضامن برلماني دولي يهدف إلى تسريع عمليات الحفاظ على البيئة وتعزيز واقع الأمن الغذائي العالمي ترجمة نانسي قنقر